لذلك هذه الآيات ضروري أن نرددها ضروري أن نستعيذ بالله من شر الشيطان ضروري أن ندرك أن الشيطان موجود في كل لحظة ويتربص بك ليغتنم أي فرصة مهما كانت ولو ثانية يغتنمها ليضلك عن سبيل الله ولأغوينهم وقال أيضاً ولأضلنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني حقد أسود موجود داخل هذا الشيطان ولكن من رحمة الله ومن فضل الله أنه كائن ضعيف حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة أحب أن أتوقف معكم اليوم مع هذه الآية العظيمة التي هي شفاء بالفعل يعني الله عز وجل عندما أنزل القرآن وقال فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يعني لا يعني أبداً أن كل آية مثل حب الدواء تقرأها فتشفل المعنى الحقيقي لهذه الآية أنه ينبغي عليك أن تطبق هذه الآية حتى تشفى وإلا القرآن ليس الغاز أو طلاسم أو مجرد كلمات نقرأها وتمائم نرددها لا يا أحبتي القرآن أساساً أنزل للتدبر أولاً والعمل فيه ثانياً استمعوا معي لهذه الآية لندرك عندما نقول القرآن شفاء ماذا يعني ذلك؟ لا أن نذهب إلى الشيخ ويقرأ علينا القرآن طبعاً القرآن فيه بركة وكل حرف بعشر حسنات وكل من يستمع للقرآن يتأثر دماغه وخلايا جسده والقرآن كترددات صوتية فيه شفاء ولكن انتبه معي أخي الحبيب هذه الآية توضح لنا معنى الشفاء الحقيقي الآية هي رقم 168 من سورة البقرة يا أيها الناس إذن ينبغي عليك أيها الأخ الحبيب وأنت تستمع معي إلى كلمات هذه الآية أن تتدبرها كلمة كلمة يا أيها الناس إذن الخطاب ليس لي فقط أنا كمؤمن بل حتى لو كنت ملحداً أو مشككاً أو تنتمي لديانة أخرى غير الإسلام أنت أيضاً جزء من الناس فالخطاب موجه لك أيضاً يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ودقق معي على كلمة طيباً هنا سنتعرف على أسرار هذه الكلمة طيب اليوم اليوم مثلاً هناك بودرة صراصير هناك حساء مصنوع من الحشرات هناك لحوم خبيثة مثل لحم الخنزير المحرم والضار مثل لحم الميتة مثل لحوم الكلاب وغيرها مثلاً يعني طيب ما معنى طيباً شرطين أخي الحبيب أن يكون حلالاً أحله الله لأن الله هو الذي خلق أجسامنا هو الذي خلق خلايا جسدي خلق لي النظام المناعي وهو الذي خلق هذه الكائنات وخلق الأمراض أيضاً فهو يعلم الشيء الصح بالنسبة لي فكل ما أحله الله للناس فيه صحة وفيه شفاء وفيه عافية وليس فيه ضرر كل ما حرمه الله من المأكولات هذا فيه ضرر وإلى لماذا يخلق شيئاً ثم يحرمه لأنه ضار بالنسبة لك أيها الإنسان يا أيها الناس إذن هذه الآية أولاً تخص كل البشر ولو طبقها الملحد لشفيا بها أيضاً يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة هنا الله يعلم أن الشيطان سيتدخل في طعامنا سبحان الله أنتم ترون أيها الأحبة الآن شحوم الخنازير الضارة تدخل في تركيب الكثير من الأطعمة اخترعوا هذه المشروبات ما يسمى بالمشروبات الغازية كلها أضرار والطب الحديث أثبت ضررها على العظام وعلى الجهاز الهضمي إلى آخرهم كل يوم يخترعون أغذية مصنعة خبراء التغذية يقولون كل أنواع الأغذية المصنعة ضر كلها اللحوم المصنعة العصائر المصنعة والمحلّة صناعياً حتى هناك موضة يصنعون لحوم من مواد في الطبيعة أو مواد تشبه اللحم ويريد يعني أرادوا أن يستبدلوا خلق الله بشيء آخر وهي لحوم ليس فيها نكهة وليس فيها غذاء وسيثبت العلم ضررها في المستقبل لماذا؟ لأن يد البشر امتدت وتدخلت والله عز وجل خلق لنا في الأرض كل ما نحتاج إليه يعني الإنسان إذا وضعته هكذا في الطبيعة من الأغذية المتوافرة حوله يستطيع أن يعيش بشكل ممتاز بأقل عددنا الأمراض وبأفضل صحة وأفضل قوة وهكذا كان أجدادنا قديما قبل عصر هذا العصر الحديث انظر إلى الحيوانات في البرار والغابات لأن الإنسان لم يتدخل في طعامهم حتى القرد تجده أقوى من الإنسان ويمرض أقل من الإنسان أكثر مخلوق يمرض اليوم هو الإنسان بسبب هذه الدهون التي هي مصنعة والشحوم الثلاثية وغيرها فيها الكثير من الأضرار السكريات المصنعة الأطعمة المصنعة الوجبات السريعة وعد معي قائمة طويلة جدا القرآن هنا أخي الحبيب يكشف لنا من يقف وراء هذه الأطعمة المصنعة الشيطان كيف عرفنا ذلك اقرأوا الآية مرة ثانية يا أيها الناس الخطاب للناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالسؤال هنا ما علاقة الشيطان بالطعام القرآن لا يمكن أن يربط بين شيئين عبثا دقق معي أخي الحبيب لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك نجد اليوم كل خبراء التغذية يقولون أفضل مصدر للغذاء هو ما تنتجه الطبيعة طبعا نحن نقول خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولكن العلماء الماديون يعتبرون أن الطبيعة هي التي تصنع هذا الغذاء لا مشكلة الله هو الذي خلق لنا هذا الطعم التمر الزيتون وزيت الزيتون الرمان كل أنواع الفاكهة فيها فوائد كل أنواع الحبوب فيها فوائد كل أنواع الثمار فيها فوائد العسل على قائمة الأغذية أكثر الأغذية شفاءا هو العسل كل ما صنعه الإنسان لابد أن نجد فيه الأضرار سبحان الله كل ما مجرد أن الإنسان تدخل تجد أنه غالبا ما يكون الشيطان وراءه لماذا؟ لأن الإنسان الطبيعي الذي يعيش على فطرته يأكل طعاما طبيعيا مثل التمر والعسل من أفضل أنواع الأغذية التمر والعسل والسكريات فيه طبيعية وفيه فيه ما تشكيلة كبيرة من الفيتامينات فيه ما تشكيلة كبيرة من المعادن من العناصر الغذائية إلى آخرين استبدلها الإنسان بماذا؟ بالحلويات والسكريات المصنعة وتجد أحيانا أغلى ثمنا من المواد الطبيعية العصير الطبيعي عصير مثلا الرمان من أقوى الأنواع الأغذية لعلاج القلب الرمان والتمر مع بعض زيت الزيتون لعلاج السرطان استبدلوا هذه الأغذية الطبيعية والمفيدة والنافعة والتي أثبت العلماء فوائدها العظيمة بأغذية مصنعة مليئة بالمشاكل والأضرار لذلك أيها الأحبة هنا يعني هذه الآية يجب أن تخطر ببالك كل ما هممت بتناول شيء مصنعة هناك بعض الناس لديهم إدمان على المشروبات الغازية والأطعمة السريعة المصنعة هذه تذكر هذه الآية تذكر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان تخيل أنك عندما تستجيب لهذه الأغذية المصنعة التي فيها أضرار كثيرة يعني القرآن هنا حريص على مصلحتك حريص على صحتك على عافيتك تذكر هذه الآية أنك أنت تتبع خطوات الشيطان لماذا؟ اليوم أنظر إلى شركات الأغذية المصنعة تريليونات الدولارات تضخ عليها هناك مافيات أيها الأحبة مافيات في العالم لصناعة الدخان وصناعة مشروبات الغازية وصناعة السكر وصناعات كثيرة جدا لذلك يحجبون عنك الحقيقة كل الإعلانات التي نشاهدها لأغذية مصنعة ولا نجد إعلان مثلا لغذاء طبيعي مثل التمر أو العسل أو زيت الزيتون أو الرمان أو الأغذية وبخاصة الأغذية المذكورة في القرآن لا نجد أبدا لماذا؟ لأن الشيطان يروج للباطل ولا تتبع خطوات الشيطان وهنا كلمة خطوات يعني أراد القرآن أن يوحي لك أيها الإنسان أن هذا الشيطان يعمل بشكل خفي لأنك لا ترى أنت تتبع آثار آثار غير مرئية مثل إنسان خطأ من هنا وأنت لا ترى إلا أثر خطواته فتتبع هذا الأثر لذلك الشيطان يعمل بشكل خفي من خلال جنوده ومن خلال أوليائه وقد تعهد وقد تعهد أنه سيغير خلق الله هذه الأغذية المصنعة كلها نوع من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ولكن طبعا لا نستطيع أن نقول عن شيء إنه محرم إلا إذا ثبت ضرره مئة بالمئة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وعملا بالآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأي مادة غذائية يثبت ضررها لا يجوز أن تتناولها لأنك تلقي بيديك باتجاه التهلكة وبالتالي أيها الأحبة رجاء نحفظه معي هذه الآية الكريمة وحاول أن تطبقها في حياتك أخي الحبيب لا كفي أن تستمع لكلام الله ثم تذهب يجب أن تطبق معنى هذه الآية وهنا سيظهر الشفاء لاحظت أين الشفاء أنت عندما تذهب إلى طبيب يعطي قائمة طويلة عريضة يقول لك كل كذا إياك أن تقترب من الدهون الثلاثية المصنعة لا تقترب من الزيوت المهدرجة لا تقترب من الوجبات السريعة لا تقترب من كذا تجد كل القائمة عبارة عن طعام مصنعة المشروبات الغازية التدخين يعني كلها يقول لك ممنوع حتى لو كنت مريض قلب أو مرض مثلا مرض يتعلق بالجهاز الهضمي أو غير ذلك يقول لك ابتعد عن هذه الأطعمة المصنعة وعليك بالأطعمة الطبيعية الحبوب الطبيعية الفواكه الخضار إلى آخره طيب هذه الآية هذه الآية أعطتك هذه الوصفة بطريقة رائعة جدا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يعني من الطبيعة مما أنبتت الأرض كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبع خطوات الشيطان ما معنى طيبا يعني تطيب نفسك به مفيد لك ولا تتبع خطوات الشيطان ذكرك أن هناك شيطان يدعوك لهذا الأمر طيب الشفاء الذي ستجده على يد الطبيب الآية الكريمة أعطتك هذه الوصفة بكل بساطة وميزة القرآن أنه لا ينتظر الإنسان حتى يمرض لاحظت أخي الحبيب ثم يعطيك العلاج لا القرآن يعطيك العلاج مقدما يعني أنا عندما قرأت هذه الآية سأتوقف عن شرب هذه الكوكاكولا والمشروبات الغازية وغيرها سأقلل من السكريات المصنعة للحد الأدنى سأكثر مما في الأرض من الأشياء التي أعطتني إياها الأرض مما في الأرض حلالا طيبا الفاكهة الخضار بأنواعها زيت الزيتون مثلا التمر على رأس القائمة أنا سأبدأ الآن أكثر من هذه الأطعمة أولا لأن الله آمرني بها ثانيا لأتعالج بها إذن هذا هو الشفاء فهمت أخي الحبيب يعني تصور معي آية واحدة إذا طبقتها كيف ستتغير حياتك بالكامل ما بالك إذا طبقت ستة آلاف ومئتين وست وثلاثون آية آيات القرآن لو استطعت أن تطبق كل هذه الآيات كيف ستكون حياتك ستكون حياة رائعة جدا مطمئنة آمنة مليئة بالسعادة خالية من الأحزان والمخاوف والاكتئاب والقلق والانتقام والغيظ ستجد حياتك مليئة بالفرح بالتفاؤل بالإطمئنان يطمئن قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى ترتاح نفسك لسمع كلام الله عز وجل وبالتالي أخي الحبيب هذه الآية شفاء ولكن ليس أن تقرأ هذه الآية من دون أن تطبقها يعني تذهب إلى شخص يقرأ عليك هذه الآية ثم تعود لتتناول هذا الغذاء المصنع وهذه الأشياء اللي الضارة التي أنتجها الإنسان بوحي من الشيطان ثم تقول والله القرآن لم يشفيني القرآن ليس طلاسم القرآن بالأساس معاني كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ لنقرأه لا لنردده لا قال ليتدبر آياته ليتدبر أي؟ ليتدبر آياته هنا التاء دمجت بالدال ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فأنا عندما تدبرت هذه الآية هذه الآية بالفعل هي الشفاء لي وأسأل الله عز وجل أن تكون شفاء لكم أحبتي في الله أنا أؤكد وأكرر دائما أن حفظ القرآن ضروري جدا أو على الأقل احفظ الآيات التي تريد لكي تستطيع أن تطبقها يعني أنت كيف ستتذكر خطوات الشيطان وتتذكر الأمر الإلهي وما فيه من فوائد إذا لم تحفظ هذا الكلام ستنسى لذلك احفظوا هذه الآية ومن هذه اللحظة انوي أن تطبقها إنما الأعمال بالنيات حتى لو لم تستطع تأخذ أجر النية لأن الله يحاسبك على ما في قلبك على النية يا أيها الناس كلوا من طيبة كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين احذر الله يحذرك من عدو يتربص بك نحن نلهو ونعبث ولا نلتفت أن هناك الشيطان هو قريب منك يجلس بجوارك وهو عدو لك أنت في بيتك الآن أنا هنا هنا في البيت في بيتي هنا إذا علمت أنه يوجد لص في الشارع لا أستطيع أن أجلس بهذا الشكل سأكون قلقا في الشارع خارج البناء كله أو في الحي أو على بعد عشرة كيلومتر سأقلق طيب كيف إذا كان هناك لص محترف عدو يجلس في بيتك هنا وأنت لا تنتبه له لذلك هذه الآيات ضروري أن نرددها ضروري أن نستعيذ بالله من شر الشيطان ضروري أن ندرك أن الشيطان موجود في كل لحظة ويتربص بك ليغتنم أي فرصة مهما كانت ولو ثانية يغتنمها ليضلك عن سبيل الله ولأغوينهم وقال أيضا ولأضلنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني حقد أسود موجود داخل هذا الشيطان ولكن من رحمة الله ومن فضل الله أنه كائن ضعيف هو فقط خطوات إيحاءات لا يملك أن ليس له سلطان على أحد إلا على من يؤمن به إذن نختم أيها الأحبة رجاء أكرر للمرة الثالثة والرابع أحفظوا هذه الآية واتطبقوها منذ اليوم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق